الفرص الضائعة جولة اللي فاتت للأهل في الدور الأفريقي ما ظنش أبدا انه فيه جولة لأي بطولة للأهل صادف الفريق اهدار للفرص السهلة زي مباراة سيمبا التنزاني تقريبا عشر فرص في العودة واثناشر فرصة في الزهاب يعني بتتكلم فيه مبارتين اتنين فيهم اكتر من عشرين فرصة حقيقية ضعت من اللعيبة مع اهدار حق قانوني في ضربتين جزاء واحدة هنا وواحدة هنا طبعا ويصبحهم الغاء هدف سليم امام في ماتش السوبر اه لا بتكلم على الجولة دي انا بتكلمك على المناخ بتاع التحكيم الافريقي معك طيب الجولة دي جولة الفرص الضائعة للأهل حرفيا ليه ده حصل المفترض انه المسائل لها تفسيرات لها تفسيرات وحتى مستر مارسل كولر قالك ان احنا لو سجلنا حنقدر نتمكن ان احنا نساهل المسألة على نفسينا لكن في نقطة تانية يمكن تلاحظها مع مدرب جنوب افريقيا مدرب صاندونز قال ما عنديش وقت قظيمة على اللعبة في التدريب ما عنديش وقت اصلح اخطاء ما هو ده احنا هي نفس المشكلة لمرسل كولر عايشينه على طوح انت بتخرج كل مباراة الراجل محل للأداء يجيب لك لستة بالاخطاء ويحلل الاسباب الجي بي اس بتاع قياس الحالة البدنية لكل لعب في المباراة وفي التمرين يجيب لك الاحصائيات والتفاصيل ما بين لعيبة محتاجة تزود وما بين محتاجة تتعامل بدنيا بشكل في جرعات تانية مختلفة وما بين اصلاح لاخطاء فنية واعداد زهن تاني نهيكوا على الشق النفسي للدكتور ابو الوف فانت في جملة شغل كتير مطلوبية تعمل بس امتى وفين انتوا ديكوا شايفين كل مباراة عن التانية يومين والتالت بتلعب ما بتلحقش ابدا حتى لو واحد جاله شد يلحق يخف فما فيش فرصة لعلاج الاخطاء كلر قدرك بنشتغل في التدريب على علاج الاخطاء لكنه فكرة اخطاء التسجيل او اهدار الفرص هتفضل خاصة باللعب نفسه مهما المدرب اجتهد انه يعلمه ويدربه ويقف صح ويستقبلها ازاي هتفضل باستمرار الفرصة مرهونة بتصرف اللعب في اتخاذ القرار وجزء كبير جدا من الفرص اللي ضاعت كانت القرار فيها غلط الناس كتير بترجع ده لسوق الحظ ما فيش بغت ما فيش توفيه لا فيه سوق قرار مش القرار الصح هو اللي تاخد فبالتالي وحيانا يا سيد ابرهيم تاخد القرار الصح وبعدين كرة تيجي جنب العرضة فوق العرضة فيه ده وفيه ده ما نقدرش نقول سبب واحد هدار الفرص فيه مجموعة من الظروف فيه انت يعني أنا بقى الناس كتير بترى ان فرصة الانفراد دي هي الفرصة المحققة انا بقول واحدة من أصعب الفرص لان اتنين قريين بعض واحد عنده الملعب كله لو حطوا كرة فيه يبقى نجح اللي هو جون او يمسكها يبقى نجح والتاني عنده محيط دايق ومنطلق بسرعته وفيه واحد بيقوله لا انا عديقك فالدقة واتخاذ القرار هنا بيبقى فيه نوع من اكتر من فكرة احيانا تاخد القرار بس انا دايما يعني اميل للقرار اللي هو ايه فيه توجيه يعني انت ما تعتمدش ان الجون يجي فيه اشطها تيجي في سدر الجون دي اكتر فرصة بتدايقني ما حتيجي في سدر الجون عمل لك كده اعمل لك شي بتطلع فيه اقول لك والله حاولت فيها فكرة حطها تطلع في العرضة البعيدة حاولت وتخش حد مرة تخش ومرة تعمل كده يعني انت وانت بتاخد القرار زم انت بتقول لازم يبقى القرار بمديلك نوع من الفطنة او التفوق انت بتفكر بشكل فيه تفوق على حرس المرمى فاعتمنى ان الظاهرة دي وبعدين احيانا القرار الغلط انه يبقى لو ديتها اللي جان به فرصه اكتر اه طبعا اه واخد بالك اه اه فبلعيب الكورة ان الناس بقى عندها تزوق واعي يعني الناس بتبص ليه الاسيست بتأدير دلوقت لا بأهمية بتحسب احيانا سجل كام واسيست كام تفوق الهدر صحيح صحيح بدلية تبصت للبلايميكر ده بيحطوه على رأس من فوق يعني يقول تمرين يا ساحرة من 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 زمان من زمان يعني خلي كوكا اتصايد باللجم بس العم احسن اسست صحيح صحيح وحيانا انه انت برة 18 تروح شايد كورة واو مرون عطيف ما تشط يا سلام يا مرون وكده ورينا المهارة اللي انت بخبيها دي فانت اخذ القرار الصح القرار الصح ياما بتمرينها ياما بتوجيه الكورة ناحية المرمى ياما بقطع كورة في وقت حرج كل دي حاجات مؤثرة في المباراة نتمنى لعبتنا تتعاون مع بعضها وما فيش لعيب يعتبر ان دي مش مسؤوليته يعني انا اتدقيقة جدا في الجون اللي جي فينا هنا فاول على هاني وهاني وقع وخد كوع وكل حاجة ما تعتمدش ان الفرحة يوقف اللعبة والغير فضلت سايب ما كان ش آخر فلما كورة داخلت كان يبقى يكون في واحد هنا حتى لو داخلت يبقى في واحد هنا انت احيانا وفي خبرة يعني الجون التاني اللي داخل فينا هناك لو فضل رضا سليم في ما وانت واقف هنا عشان لما تتلعب مش عشان لما تترفع ما تترفعت انت مالكش دور فيه لما تتلعب وطاقف هنا وجتلك يبقى لك دور انت تتحركت مع الكورة لما ترفعت لو فضلت واقف الجون دا كان داخل كنا كسبنا بس هكذا اي فرصة انا بتكلم على دي وبتكلم على دي احيانا الخبرات تضيف اللي عايز اتعلم يا رب اصحاب الخبرة عندنا كلهم الدور اللي يخلي زمايالهم تنجح محا